وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأزياد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 595 قضية أمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 349 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 15 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 326 طن وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 8 أطنان وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 276 قضية من بينها 118 قضية خبز نقص الوزن و86 قضية خبز غير مطابق للمعصفات وفي مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 7 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 307 أطنان